أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة عن برنامج الجدعان حضراتكم اسمحوا لي النهاردة في بداية حلقتنا نحن نتكلم عن مشروع تشكا أكيد حضراتكم جميعا شفتوا عمال الافتتاحات اللي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قلب مشروع تشكا ده الافتتاح التاني والتاريخي البعض اعتقد أن مشروع تشكا زهب بلا رجعة ولا يمكن أن تنتبه الدولة لمثل هذا المشروع مرة أخرى زمان احنا صرفنا على هذا المشروع ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات جنيه وهذا في رأي البعض يكفي وزيادة ولكن عندما تثبت أعمال الحصر والتصنيف للطربة في منطقة تشكا أن هناك 2 مليون فدان جاهزة للزراعة يجب أن تنتبه الدولة وبقوة خلي بال حضراتكم المساحات اللي كانت مستهدفة في مشروع تشكا كانت حوالي 570 ألف فدان وتم إضافة ما يقرب من 80 ألف فدان أخرى فأصبح المستهدف في هذا المشروع 650 ألف فدان من إجمالي مساحات زي ما قلنا حوالي 2 مليون فدان جاهزة للزراعة فورا إذا ما توفرت لها مياه الرأي وعلى الفور قررت الدولة إحياء مشروع تشكا واشتغلت في صمت على مدة سنوات طويلة كان الهدف هو إحياء هذا المشروع الأملاك واستزراع 650 ألف فدان منها 120 ألف فدان كان من المستحيل زراعتها والسبب أنه على عماق تصل إلى 30 متر كانت هناك طبقات من الصخر الصلد التي لا يمكن أن تكتازه المياه وبالتالي هذه المناطق تم استبعدها من قلب هذا المشروع ولكن إرادة الدولة المصرية قررت توصيل المياه إلى هذه المساحات وتم تفجير ما يقرب من 2 مليون طن من المتفجرات في أعماق تصل إلى 30 متر الهدف أن نحن نكتاز ونحطم كل هذه الصخور التي بلا قيمة هي صخور هشة ما لهاش أي قيمة محجرية وتمنعنا من استكمال مشروع تشكا خلي بالحضراتكم هي مش مجرد متفجرات وفجرناها لا ده تم عمليات تهزيب لمنخفضات تشكا وتبطين للقاع وتبطين للجوانب كل هذه الأعمال تمت في صمت جديد جدا حتى يمكن أن ننقذ مساحات تشكا القديمة أما حول منطقة منخفضات تشكا ومع تبطين هذه المنطقة سواء جوانب أو قاع تم توصيل المياه لها ولكن المياه حتى اليوم غير مستدامة لأنها تعتمد على المياه الزائدة عن ترعة تشكا وخلي بالحضراتكم الأراضي التي تقع على منخفضات تشكا تماثل في جودتها الأراضي التي تقع على ضفتي نهر النيل أنا بقول لحضراتكم كده عشان تفهموا مدى قيمة هذه الأراضي في قلب مشروع تشكا يعني عندنا 650 الفدان جاهزة للزراعة عن بكرة أبيها وكمان في 400 الفدان على منخفضات تشكا الأرض تماثل في جودتها الأراضي الواقعة على ضفاف النيل وأنقذنا 120 الفدان كانت تحاصرها الصخور الجرانيتية الصلدة التي كان لا يمكن التغلب عليها إلا بعمليات تفجير ضخمة احنا بنقول 2 مليون طن من المتفجرات تخيلوا حضراتكم ناس عايشة بتحفر في الصخر من خلال المتفجرات عشان تدركوا مدى قيمة هؤلاء الرجال الأشداء الذين يعملون في صحراء تشكا القاحلة وباختصار شديد جدا منطقة تشكا أصبحت أحد المناطق الواعدة للزراعة في الجمهورية الجديدة لا ينقصها إلا توطين الشباب في هذه المناطق وده بيستلزم ضرورة توفير القرى السكنية للشباب قرى تشكا لازم نعملها كمان لازم نعمل محطات للتصدير ومناطق للتصنيع الزراعي وكل هذه المناطق مخططة لمشروع تشكا خلال السنوات القادمة كل ما أتمنى هو تعجيل إنشاء هذه المحطات ومصانع التصنيع الزراعي حتى يمكن أن تستوعب الكم الهائل من إنتاج تشكا مصر ما أهضرتش 7 أو 8 مليار في مشروع تشكا هذا المشروع أثبت أنه كان جدير بالاهتمام أثبت أنه أحد المشروعات القبرى الزراعية في مصر حضراتكم إحنا بنتكلم في 650 الفدان في قلب تشكا بنتكلم في 400 الفدان جهزة على منخفضات تشكا بنتكلم في إجمال مساحة تصل إلى 2 مليون فدان طربة صالحة للزراعة إذن كانت تستحق كل الاهتمام والتأدير وكانت تستحق زيارة الرئيس لفتتاحها خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا هاي النهاردة في برنامج الجدعان